وحول دعم الدول النامية أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطورات الدولية قد أظهرت أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى منوضعات الاقتصادية والتنموية وأضف أن الدول النامية تعاني من تصاعد إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض ومن هذا المنطلق تولي مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية أظهرت التطورات الدولية أن القصور الذي يعاني منه النظام الدولي الحالي لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية حيث تعاني الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون وعدم توفر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل والاقتراض ومن هذا المنطلق تلك مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن اطلاع المجتمع الدولي بدوره في توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية في الدول النامية عبر استحداث أليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية وأليات شاملة لضمان الإدارة المستدامة لديون الدول النامية موسيقى